بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ورسول الله سيدنا ومحمد معلى آله وصحبه ومن ولاه سبحانك لا عمرنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صلي على سيدنا محمد في الأولين وصلي على سيدنا محمد في الآخرين وصلي على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين أما بعد حياكم الله مرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نجتمع فيه على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السنة التي أمرنا ربنا سبحانه وتعالى باتباعها وحثنا على التمسك بها في قوله تعالى وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وفي قوله تعالى وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ وحثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا على اتباعها فقال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنة وبالتالي العلماء لهذه النصوص ولغيرها الكثير قرروا إن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل في الأهمية ولا تقل في وجوب التمسك بها والأخذ بها والاعتلاء بها عن القرآن فقالوا إن الوحي النازل على رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يكون مثلوا أو غير مثلوب فالوحي المثلوب هو القرآن والوحي غير المثلوب هو سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والدين لا يكتمل إلا بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن لم يذكر عدد ركعات الصلاة ولم يذكر مقادير الزكاة ولم يذكر شروط الصياب ولم يذكر كيفية الحج وإنما علمنا ذلك من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك كل دعوة كل دعوة هتسمعوها حضرتكم من حد بيقع التلفزيون أو في غير التلفزيون في كتاب أو في منشور على فيسبوك أو في غيره يعرفوا على طول كل دعوة تدعو للتخلي عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفوا إنها دعوة شيطانية تريد أن تطعن في الدين تريد أن تحرف الدين بأي دعوة والدعوة كثيرة مر بدعوة التجديد مر بدعوة إن السنة فيها أحاديث موضوع كثيرة ومر بدعوة إن المحدثين يشمع الصومين إلى آخر هذه الأمور اللي هي الحقيقة ليست جديدة وترد عليها مت مرة أبل كده فلذلك المسلم لا يكتمل دينه إلا بمعرفته بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السنن التي سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي فيها لما نجي كده نتأملها يعني إحنا كل مرة بناخد مع سيدي عبد الوهاب الشعراني عليه رحمة الله تعالى كل مرة بناخد سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نجي نحط كده السنة دي جنب بعضها كلها وتكتمل عندنا الصورة هنجد إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بتكأنها تنظم لنا برنامجنا اليومي وبرنامجنا الأسبوعي وتنظم لنا حياتنا كلها بحيث المسلم فعلا يكون ماشي على خطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بحيث المسلم يكون بالفعل مهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث المسلم يكون بالفعل ماشي وراء النور النبوي كما وصفه ربنا سبحانه جاءكم من الله نور وكتاب منه لما نجي نتأمل فيما جاءنا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنجد أنها تساعدنا على أن تمتلئ حياتنا بالطاعة والارتباط بالله والاتصال بالله سبحانه وتعالى فلذلك أخوانا إحنا بنقول إن هذه السنة وإن لم تكن واجبة هذه السنة وإن لم تكن بعضها لم يصل لمرتبة الوجوب فبعضها نعم مما دلم عليه رسول الله واجب ومما دلم عليه رسول الله مستحب ومما دلم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يدخل في المباحات أو في العادات التي ليست من قبل أو التي لا تدخل في التشريع القصد إنه أيا كانت المرتبة أيا كان ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فمعرفة المسلم به مهم لأنه إذا كان واجب يبقى أنا لابد أن أعرفه حتى أؤدي هذا الواجب إذا كان دلني رسول سلام على شيء محرم بحيث أتجنبه يبقى معرفتي بهذا المحرم أيضا واجب بحيث أتجنب طيب فيه مساحة أخرى وهي مساحة المستحبات والمقروهات والنباحات إيه فائدة معرفتي بيها الفائدة إنك تبقى عارف السقف الذي تسعى إلي الفائدة إنك لا تنكر على ما ينفذ هذه الأمور الفائدة إنك تبقى عارف برنامج النبي صلى الله عليه وسلم اليومي كان عامل إزاي الفائدة إنك تتطلع لهذا لتطبيق هذه السنن في يوم من الأيام الفائدة إنك حتى وإن لم تطبق تفهم يعني ممكن الواحد ما بقاش بيطبق لكنه فاهم إلي تعمل إلي ما تعملش والكثير من آيات القرآن لا تفهم إلا إذا علمنا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا قرأنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كثير من آيات القرآن لا تفهم إلا بمعارفتنا بالكثير من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لما ربنا مثلا يقول وأقيموا الصلاة هنفهمها إزاي وأقيموا الصلاة دي هنفهمها إزاي إلا إذا رجعنا للأحاديث الدالة على كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هنفهمها إزاي إلا إذا رجعنا للأحاديث الدالة على وجوب الإقبال على الله سبحانه وتعالى حال الصلاة هنفهمها إزاي إذا جمعنا كل الأحاديث التي تخص الصلاة وحال النبي صلى الله عليه وسلم معها ظاهرا وباطنا من خلال هذه الحديث نعرف التطبيق الأمثل لقوله تعالى وأقيم الصلاة التسير الأمثل لقوله تعالى وأقيم الصلاة أقس على كده بقى كل الأوامر وكل الآيات القرآنية شرحها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول كل ما حاكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن يعني ما فيش حاجة تدلم عليها رسول الله إلا وهتي أصلاها في القرآن وبالتالي معرفتك بالقرآن ومعرفتك بالسنة كأنه بيعطيك القعدة وتفسيرها أو كأنه بيعطيك الإجمال والتفصيل أو كأنه بيعطيك الآية وشرحها لذلك السنة في علاقتها بالقرآن هي علاقة التبيين ونزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه فلذلك علماء المسلمين بأهمية السنة النبوية بذلوا مجهود شديد بدا في الحفاظ على سنة رسول الله لأنها من الدين ولا نستطيع أن نفهم القرآن ولا أن نفهم الدين بعيدا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك عملوا بذلوا مجهودات خرافية في تنقية الأحاديث النبوية التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما يجي واحد ويقول والله الآن إحنا سنترك السنة لماذا؟ لأن فيها أحاديث موضوعة كثير طيب ما هو مين اللي قال لك إنها أحاديث موضوعة يا أخينا؟ ما هو اللي قال لك إنها أحاديث موضوعة؟ هو بعينه لألك ده مش موضوعة يعني اللي بيقول لنا ده موضوع هو بنفسه ده مش موضوع فهم كانوا أمناء مع أنفسهم بحيث يقول لك هذا موضوع وهذا غير موضوع هذا يمكن أن تأخذ به وهذا يمكنك أن لا تأخذ به مش كده وبس ده ما قال لناش الحديث ده صحيح أو منسوب لرسول الله وسابك لا ده عرفك المنهج العلمي الذي من خلاله توصل للحكم على القوش أو على الحديث بأنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحضرتك إذا درست هذا المنهج العلمي تستطيع أنك تعرف صحة هذا الحكم الذي حكم به هذا المحدث سواء قال إن ده حديث أو ده مش حديث ده منسوب للرسول أو ده مش منسوب للرسول فلذلك كان من مفاخر الإسلام وكان من معجزات الإسلام ما حصل في عناية علماء المسلمين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث المسلم بعد 1400 سنة في يومنا هذا إذا قرأ كتب السنة أعد كده على صحيح البخاري قرأه أعد على صحيح مسلم قرأه أو بدأ على الأقل خالص بالكتب البسيطة زي العهود المحمدية كده زي ما حد نعمل مع بعض أو بدأ بكتاب كده في النصوص فقط المتن فقط من غير شرح زي الرياض الصالحي للمنوي يستطيع أن يتصور تصور مبدئي عن البيئة التي نزل فيها القرآن وبالتالي فهمه للقرآن هيكون أفضل بكتير جدا جدا مما لو لم يفهم هذه البيئة التي نزل فيها القرآن ده بفضل إيه؟ معرفتنا بهذه البيئة التي نزل فيها القرآن بالظروف والأحوال التي نزل فيها القرآن الأمراض الاجتماعية التي علاجها القرآن ده عرفنا من خلال معرفتنا بسنن الرسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح لعصر الصحابة ولا يصلح للعصور التالية ذلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يعرف بألم الناسخ والمنسخ فالله عز وجل لما أراد أن ينزل دينه قرآنا وسنة أراد أن يكون كتابا وسنة خالدين ليكون نورا للخلق إلى قيام الساعة فلذلك نحمد الله أن وفقنا مع حضراتكم لحضور هذا المجلس وتدارس سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم والإكثار من الصلاة على رسول الله يعني العلماء الحديث اللي عندهم عناية بقراءة كتب السنة اللي بيأخذوا كده صلاح البخاري من الأول والآخر وسارد كده بعدين صلاح موسفل وعدين صلاح الترمزي إلى آخره بيروا أقل فائدة بتحصلها أقل فإذا بتحصلها من قراءتك لكتب السنة إنك بالضفر عن الفوائد الفقهية والعلمية والأخلاقية وتربوية إلى آخره أقل فإذا تحصلها إنك بتكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك بيقولوا بيقولوا إنه أهل الحديث يعني المفتغلين بعلم الحديث رواية ودراية هم أسعد الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ليه أسعد الناس برسول الله لأنهم أكثر الناس صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا بركات وإياكم بركات الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم نرجع إلى كتاب سيدي الإمام الشعران عليه رحمة الله تعالى قال أخذ علينا العهد العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نساعد الفقراء بالعمالة إذا طلب من الزكاة إذا لم نثق بنفوسنا في جميع ذلك وإعطائه للفقراء من غير غلول فإن خفنا ذلك تركنا العمالة تقديما لمصلحة نفوسنا على مصلحة الغيش وهذا العهد يخل به كثير من الفقراء والعلماء ويقولون أي شيء لنا في ذلك فإن شاءوا يعطون الفقراء وإن شاءوا يمنعونهم وغاب عن هؤلاء قول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام إخواننا إنه حضرتك ممكن تكون مش فقير ممكن تكون ماذا؟ مش فقير لكنك في الوقت نفسه لست غنيا لكنك لا استغني أنت لا غني ولا فقير فإذا كنت مش غني فأنت مش تدفع الزكاة وإذا كنت مش فقير فأنت لا تحتاج ولا تجب لك ماذا؟ ولا تجب لك الزكاة كويس أولا هل في حاجة ممكن نعملها وإحنا في الحالة دي بحسن مساعد الفقير؟ يعني أنا لا أستطيع أن أساعده بإعطاء المال لإني مش غني لا تجب علي الزكاة ممكن أعمله قال لك إن إحنا نكون عمال كيف عمال؟ يعني نعمل على حس الأغنياء على إعطاء الزكاة يعني نكون عمال للفقراء نجمع لهم نحن الأموال ونوزعها عليه لأن الفقير في كثير من الأحيان في كثير من الأحيان يتعفف على السؤال أو الكثير منهم يعني لا يحب أن يقضى بنفسهم فلابد من وسيط يذكر الغني يقول له لماذا لا تعطي الزكاة لماذا لا تتصدق على الفقراء لماذا لا تعطي الزكاة في مواعيدها وكذا فأنا يمكنني أن أكون وسيطا بين الغني والفقير وهذا العهد مما أخذ علينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا مساعدة للفقير ومساعدة للغني فيه مساعدة للفقير بأنك ترفع عنه حرج بأنك تحث الغني على أن يعطيه يعني يتعفف أو أنه خلاص يعني يأخذ حاجته أو كذا وفيه مساعدة الغني بأنك تذكر بالواجد يعني كأن فيه أمر من المعروف ونهيا عن المنكر فأنت كذا حضرتك بتخدم الفقير خدمة مادية ومعنوية تخدمه خدمة مادية بحيث يأخذ فلوسه وخدمة معنوية إنك تجعله يتعفف فلا يسأل الناس أو تجعله لا يضطر إنه يجوع أو إنه يقع فيه ضائقة شديدة وبتساعد الغني بإنك تعينه على نفسه وتعينه على دينه وتذكره بوجوب دفع الزكاة فهذا عمل مهم جدا كثير من الناس يقول لك وإحنا مالنا كثير من الناس يقول لك إيه وإحنا مالنا ما هو إذا الغني هو عرف العلي والفقير هو بقى مفكلته هو فهو يحلها مع الغني أو بحيه فإذن هذا العهد لذلك قال الشيخ هذا يخل به كثير من الناس تعالوا كلا مع بعض نقرأ الكلام الأول يقول أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نساعد الفقراء بالعمالة إذا طلب مننا الفقراء أن نكون عمالا لهم على الزكاة أي بإذن ممكن الفقير يطلب وممكن الفقير ما يطلبش بالمناسبة يعني سواء طلب الفقير أو لم يطلب الفقير فإنت هذا العمل مطلوب شرعا مطلوب شرعا لأنه فيه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر فيه معاونة الغني على دينه وعلى نفسه وفيه معاونة الفقير والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلب مننا الفقراء أن نكون عمالا لهم على الزكاة إلا إذا لم نثق بنفوسنا في جميع ذلك ويعطي من غير غالوش يعني إيه يعني أنا ممكن أكون ضعيف يعني أنا ممكن أكون حيب الشغلنا دي لكن أنا عارف أنه أنا إنسان ضعيف ربما لما أجمع أموال الزكاة أخذ منها جزء نفسي فأنا أكلها عملت إيه عملت غلول يعني أخذت مالا بغير حق فإن إذا كنت عارف من نفسي إني ضعيف يمكن مثلا يعني نفسي غلبني فأخذ ما ليس من حقي فأنا ساعدها أقول لا يعني أنا إيه مش هقدر على هذا عمل لضعف في نفسي فإن خفنا ذلك تركنا العمالة تقديما لمصلحة نفوسنا على مصلحة الغيش نحظوا هنا يا جماعة إن المسلم نعم يقدم المساعدة الآخرين لكن مش على حساب آخرته عشان كده علماءنا قالوا لا إيثارة في القربات لا إيثارة في القربات يعني ما فيش حد والله يقدم غيره يبقى مهتم بغيره وعمال شايف شايف هموم الناس كلها وهو مع الله سبحانه وتعالى أو شيروا لهذه الهموم بيخليه مع الله سبحانه وتعالى متأخر وهو بيساعد الناس لأنهم يدخل الجنة وهو متأخر مع الله فيكون كأنه العزو لله جسر جسر يعبر عليه الناس إلى الجنة ثم يلقى به في المر لا أنت حضرتك أول حاجة وأول واجب عليك هو أن تبدأ بنفسك وبعدين لما تعرف أن أنت والله مع إصلاحك لنفسك هتقدر تقدم المساعدة الغير من غير دوت ما يضرك في دينك يبقى خلاص ساعتها ابدأ إيه قدم المساعدة الغير لقيت أن أنت والله عايز تقدم المساعدة للفقيش لكن أنت لما هتيجي تجمع الفلوس للفقير هتلاقي نفسك ضعيف فتسرق من الفلوس دي فساعتها يقول لك لا أنت أولى حتى لا تأخذ مالا بغير الحق والفقير له الله سبحانه وتعالى لكن أنت أنت بحال تجدي كده لا حافظ على نفسك مش عايزينك أنت كمان تدخل المناش يبقى فإن خفنا ذلك تركنا العمالة تقديما لمصلحة نفوسنا على مصلحة الغير وهذا العهد يخل به كثير من الفقراء والعلماء ويقولون أي شيء لنا في ذلك يعني إيه مصلحة نفذة هو لا يرى لنفسه مصلحة فيهانا فإن شاءه يعطون الفقراء يعني فإن شاء الأغنياء يعطون وإن شاءه يمنعونهم يعني الغني إذا عايز يدي ما يدي مش عايز يدي ما يديش وإحنا منا هو الله يتحاسب وغاب هؤلاء عن قول الله تعالى خذ خذ الأمر هنا من الله عز وجل لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الله يأمره أن يأخذا والأمر هنا بإنه يأخذ معنى ذلك إن في وسيط وسيط بين الغني والفقير وإلا ما كان شربنا قال للنبي خذ كان قال للأغنياء يا أغنياء اعطوا أموالكم أو اعطوا حق الله في أموالكم وخلص لكن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذا وعلى هذا صار الخلفاء بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصاروا يجمعونهم أموال الزجان ثم يعيدون توزيعها على الفقراء لذلك أنا بقول إنه الدولة الإسلامية أو الدولة التي تريد أن تطبق شرع الله سبحانه وتعالى وتريد أن تساعد الفقراء وتألل مشاكلها الاجتماعية عليها أن هي تعمل مؤسسة وتسميها مثلا مؤسسة الزكاة وأظن إحنا كان عندنا في مصر وفي بعض الدول حاجة شبه كده لكن هذه المؤسسات ما كانش فيها إلزام للأغنياء بالدفع وما كانش فيها حصر دقيق بأموال الأغنياء وبالتالي ما ينبغي أن تأخذه هذه المؤسسة من الأغنياء فكأنها حاجة حبية كده يعني مكان الدولة بتوفره زي دلوقتي كده ما هو موجود في مشيخة الأزهر في كده تروح تدفع أموال الزكاة لمشيخة الأزهر ما يحافظ على هذه الدولة آمنة إنه الفقير يكون بياخد حق عشان ما يترقش عشان ما يبصش لأموال الغني علشان الغني ربنا يبريك له وهكذا فالدولة عليها أعتقد يعني أن تلزناء الأغنياء بدفع زكاة أموالهم لجهات معينة إلا إذا أتوا بأوراق تثبت أنهم دفعوا أموال الزكاة لا يحصل في الضرايب بالظبط يعني الدولة الحديثة لما أرادت إن هي تجعل في أموال الشركات والتجار والصنوع حق للدولة عمل الموضوع في غاية الدقة يعني ضرايب وأوراق ومستندات وموظفين بحيث يعرف بالظبط أن تدخل لك إيه وخارج لك إيه فإحنا لو عايزين نعمل الأمر نفسه في الزكاة هنعمل بكل سهولة بحيث يبعندنا بيانات وإحصاءات دقيقة علشان نبقى عارفين هناخذ من مين إيه وهنبدل من إيه أي بإذن وربما إذا فعلنا ذلك نستغني عن أموال الضرائب نستغني عن أموال الضرائب لأنه أخذ مال الناس أخذ مال الناس بهذه الطريقة فيه كلام يعني لا يجوز أخذ أموال الناس بغير حق إلا إذا وبدت الضرورة إلا إذا وبدت الضرورة فإحنا البديل عن الضرائب وغيرها هي أموال هي أموال الزكاة طيب قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها يعني يطلبها منهم ولك توقف على أنهم يعطونها لك بغير سؤال فإن المال محبوب للنفس يعني هذا الغني فيعدي أخر يوم بعد يوم طب بكرة طب بعد ليه لأنه صعب عليه حر وقال له من الناس من يوقى شح نفسه فكان على هذا القدم سيدي الشيخ أبو بكر الحديدي رحمه الله تعالى إحنا عتدنا مع بعض إحنا بنقرأ في كتاب العهود المحمدية إن سيدي الشعراني عليه رحمة الله تعالى بيذكر كده أثناء مشايخ اللي هو عاصرهم والناس اللي شاف فيهم التطبيق العملي لهذه العهود النبوية وترجمة غالب هؤلاء المشايخ هتلاقوا حضراتكم موجودة إذا أردتم الاطبع عليها والتعرف على الناس الأولياء الكمل دول أو الناس العظان دول هتلاقوها في الطبقات الوسطى أو الطبقات الكبرى أو الطبقات الصغرى وكلها من تأليف الإمام الشعراني عليه رحمة الله تعالى قال فكان على هذا القدم سيد الشيخ أبو بكر الحديدي رحمه الله تعالى فكان يأخذ من الناس الزكاة بالإلحاح ويعطيها للفقراء والمساكن طبعا الإلحاح عندك إنسان عندما يلح عليك يقول لك يلا صل على زكاة يلا هات زكاة يلا كذا ما بقاش محبوب للنفوس لكن إيه اللي يخلي هذا الشيخ يفعل ذلك ويخلي الناس يعني تستثئل شويا يعني علمه به مقدار حاجة الفقير وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وحثه للأغنياء على أن على أن يعطوا أموال الزكاة فقيل له إنهم يصيرون يكرهونك طبعا لما أنت عملت يلا ادفع الزكاة يلا هات الزكاة عشان أعطي الفقراء فقال سوف يحبوني في الآخرة حين يرون ثواب أعمالي يعني إيه إذا كنت الآن الناس بيستكئلوك ففي الآخرة سيعلمون كيمة ما كنت تفعل وقد قال أخي أفضل الدين لشخص مرة لا تترك فعل الخير ولو خفت أن يذمك الناس فقال له سيري الخواص ولو ذموك وفرغوا من الذم يعني برضو لا تترك الخير يعني فيه ناس كتير يا أخواننا فينا فيهم عادة كده وهي إيه إنه يفضل يعمل الخير طول ما الناس بتمدحه أول ما الناس تجيب في سيرته لك يا عم وأنا إيش وأنا الباب اللي يجيلك منه وبيحشده استريح أنا مش عايز وجع دماغ مش عايز وجع دماغ أنا أنا إيه لا مش مستفيد حاجة من موضوع ده كله لا الذي يطلب الآخرة يا أخواننا يعلم أولا إنه لن يفعل فعلا صالحا خاصة مما يتعلق بالخلق أو فيه تعلق بالخلق من غير ما هيناله أذن يعني مش هيحصل إنك تبقى ماشي كده في حياتك من غير ما حد يزيك يعني ده ضد طبيعة الأشياء ضد طبيعة الدنيا يعني كلم يمق حسب الناس وأن يتركوا وأن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون لازم اختبار اختبار حتى ترتفع في الدرجات واختبار حتى يعلم الله صدقك فيما تبع إليه أو فيما تفعل من خير فإذا لقيت الناس بيذموك هذا لا يكون أو لا ينبغي أن يكون صارفا لك عن الخير بل لما تيجي حضرتك بقى تقرأ في علامات الرياء الناس اللي تدرس معنا التزكية هتلاقي إنك إذا تركت العمل لأجل مذمة الناس أو فعلت العمل لأجل جلب مدح الناس فهذا هو الرياء يعني معنى إنك إن نزموك فتركت معنى كأنك كنت تعمل لأجل جلب مدح الناس فلما نزموك قلت خلاص أنا كده غرضي ما تمش كأنها في باطنك بهذا الشكل طب لو أنت عينك على الله سبحانه وتعالى وأنت تعامل الله سبحانه وتعالى ولا تنتظر من الخرق لا شكرا ولا شيء والله ما دحوك مش هتفرق معاه لأنك لا ترى إلا الله زموك برضو مش هتفرق معاه لأنك لا تعمل إلا الله يعني لا مدحهم هي من فيك حاجة جديدة هيزودك شيء ولا زمهم هياخذ منك شيء لماذا؟ لأن عينك على الله عينك على معاملة الله سبحانه وتعالى فقال له سيد الناس ولو زموك وفرغوا من الذم يعني ذموك وذموك وذموك وانتهى ذموهم أيضا لا تترك الخير قال فافعل يا أخي كل شيء إن ندبك الشرع إلي ولا تتعلل بعذر عادي من حياء أو خوف ذم يعني كثير برضو بيمنعنا عن فعل الخير أحيانا إن إحنا عندنا حياء أو مكسفين أو الناس تقول علي إيه الإنسان الذي يريد الآخرة ما بيحسبهاش كذا ومش معنى كده إنك تبقى واقع أو تبقى إنك فج في التعاون مع الناس لا ممكن تطلب من الناس وإنت إنسان في غاية الزوق وفي غاية الرقة وفي غاية اللطف يعني مش لازم الواحد يا إما ما يعملش الحاجة حياء يا إما يعملها بفجاجة وبتنفيش لا فيه خط وسط فيه حكمة في التعامل ومن يؤتى حكمتها فقد أوتي خيرا كثيرا وإنك تبقى عارف هتقول إيه لإمتى إزاي فين فإنت لازم الواحد إيه يتعلم هذا فاسعل يا أخي كل شيء إن ذلك الشرع إليه ولا تتعلل بعذر عادي من حياء أو خوف ذن فإن العذر لا يقبل إلا إن كان شرعيا كخوفه على نفسه من الغلول يعني ما تقولش الله أنا معذور لإني بستاحي لا دمش عذر هذا عذر غير مقبول لماذا؟ لأن الأعذار المقبولة هي الأعذار الشرعية يعني الأعذار التي اعتبرها الشرع أعذارا فإن العذر لا يقبل إلا إن كان شرعيا كخوفه على نفسه من الغلول يعني أنت خايف على نفسك أنك تاخد نجوز دي أنك عارف أنك ضعيف أمام المال فلنقول لك ساعتها دعوز لشارع تحافظ على نفسك وما لك تدعو بالشغنان دي خالص غيرك يقوم بيها أنت شوفك خير تاني تعمل تخوفي يعلم سنغل لما يعلم من شدة محبة نفسه للدنيا وميه إليها فروض يا أخي نفسك مدة قبل دخولك في جباية الأموال والله يتولاه داك يعني إذا كنت ناوي تشتغل في الشغنان دي إنك تقعد كده تجمع أموال وتوزع فقراء فلازم حضرتك تروض نفسك يعني تعلم نفسك أن هذه الأموال أمانة في يديك تعلم نفسك أن هذه الأموال لا يجوز الأخذ منها تعرف أحكام هذه الأموال إنك تعرف أن هذه الأموال هي دنيا والدنيا يعني عند الله حقيرة فلا ينبغي أنك تلتفت إليها أو تنظر إليها إنه يبقى نظرك للثواب لا لجلب متح الناس ولا لكذا يعني الأمر محتاج أن الواحد يستعد له استداد نفسي قبل أن يقدم عليه ومش شرط بالمناسبة عشان ننفذ أو عشان نطبق هذا العهد النبوي الذي نتحدث عنه اليوم إن حضرتك تبقى فاتح جمعية لجلب أموال الزكاة ليس شرطا وليس شرطا إنك تبقى مثلا عضو في مجموعة نعم ممكن تبقى حضرتك عارف إنه في حد من أقاربك أو جيرانك أو أصدقاء الغني فإنت ممكن من غير حتى أنت ما تجبي الأموال أو تأخذ الأموال أنت تبقى بتحثه على دفع الزكاة تحثه أنت على دفع الزكاة فيبقى أنت قمت بهذا سواء أعطاك أنت قال لك طب الله أنت راجل متدين وتعرف جنا فشوف لي حد يأخذ الفلوس إذا هو قال لك كده وطلع من كذلك فخلص قلوه طيب أنا يعني إيه ممكن أخذها وديها لناس أعرفهم إذا كنت فعلا تعرف كده أو تدله على ناس بيعملوا الموضوع دوت طيب إذا ما قالكش كده فإنت خلص أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر يعني مش لازم عشان ننفذ هذا العهد أنك تقول أنت اللي هتأخذ الأموال يمكنك أن تحث الغني على دفع المال وإن لم يعطي لك هذا المال لتدفعه أن تلفقه وروا الإمام أحمد والله له أبو داود التلميذي ابن ماجهة ابن خزيمة في صحيح مرفوعا العامل على الصدقات للحق لوجه الله تعالى كالغازي في سبيل الله عز وجل حتى يرجع إلى أهله كالغازي في سبيل الله تخيلوا يعني الشخص اللي يعدي لف كده على البيوت علشان يأخذ من ده ويأخذ من ده ويأخذ من ده وفلن يقول له فتعلي يا بكرة وفلن يقول له معيش دلوقتي غير المبلغ نوات روحوا بعدين تعالي بعدين أو فكرني أو كذا أو كذا أمر محتاج صبر أمر محتاج صبر فلذلك أدره عظيم وفيه إعانة للمسلم وفيه إدخال سرور على هذا الفطير كالغازي في سبيل الله كالغازي في إيه بقى كالغازي في الثواب أرمى حضرتكم فالطلعوا على أجر المجاهد والغازي في سبيل الله سيجدونه أجر عظيم جدا فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع من هذا العمل رفعة كبيرة ويحث عليه حثا شديدا العامل على الصدقة بالحق بوجه الله تعالى كالغازي في سبيل الله عز وجل حتى يرجع إلى أهله وفي رواية الإطبارين مرفوعة العامل إذا استعمل فأخذ الحق وأعطى الحق لم يزلك المجاهد في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته أخذ الحق وهو الزكاة وعطى الحق وهو مال الزكاة للفقير المستحق لم يزلك المجاهد يعني طول ما هو بيؤم بالشغنادية طول ما هو قاعد في العمال يعمل حصر بالفقراء وحصر بالأغمياء أفلان الدني كذا أفلان لسه الديني بكرة كذا أفلان أنفوت عليها الإسبوع الجاي أفلان لسه عليه كذا من السنة اللي فات ثم فلان وعدلان دوشة دوشة كبيرة فلذلك تحتاج إلى صدر لذلك تشبيه النبي أيضا لمن يجمع المال بالمجاهد ليس عامة لأنه اللهاد يعني يتطلب إلى صبر العظيم جدا لم يزلك المجاهد في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته ورواه الإمام أحمد ورواته ثقات مرفوعة خير الكسب كسب العامل إذا نصحا يعني خير الكسب كسب العامل إذا نصحا خذ بالك معي خذ بالك معي العامل على جمع هذه الأموال الأموال الزكاة يستحق سهما من هذه الأموال الله عز وجل يقول والعاملين عليها والعاملين عليها لأن هذا الشخص هيفرغ نفسه هذا الشخص هيخذ من وقته هذا الشخص إلى آخره فهو إيه؟ يبذل المجهود وينفق وقت فهو يستحق مقابل هذا المجهود ومقابل هذا الوقت أجر تمام فهل يجوز لي أن أخذ هذا الأجر النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الكسب كسب العامل إذا نصح يعني هذا الكسب حلال لا شيء فيه يمكنك أن تأخذه طيب أنا أقولك لي والله أنا بأعمل كده لله ومش عايز حال ولكن يبقى جزاك الله خيرا مرتين مرة على إنك جمعت ومر على إنك آثرت الفقير بجزء من مالك ورأى الإمام أحمد مرفوعا وفي إسناده مجهود ستفتح عليكم مشارق الأرض ومغاربها وإن عمالها في النار إلا من اتقى الله عز وجل وأدى الأمانة ما معنى كلمة العامل هنا العامل هنا هو من استعمل في عمل يعني الرئيس الدولة اسمه عامل المحافظ اسمه عامل رئيس مجلس المدينة اسمه عامل رئيس الشركة اسمه عامل كل جوية عمال يعني عمال يعني يعملون في الوظائف العامة يعملون في الوظائف العامة التي تخدم الخلق طيب الناس اللي بيتحكموا في رقاب الناس يبقى واحد كده هو رئيس مثلا دول أو بقى واحد محافظ أو بقى وزير أو بقى واحد زو مكانة يبقى واحد كده ظابط مثلا ولا حاجة أو يتحكم في الناس موظف كبير في مؤسسة الضرائب أو في النالية أو في التعليم أو في الصحة والناس كده يعني جاية تطلب منه طلبات وهو لا يتق الله في معاملته للناس ولا في القيام بما أقامه الله سبحانه وتعالى فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول في النار والنبي صلى الله عليه وسلم دعا على أمثال هذا فقال اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليهم ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به حضرتك ما تفرحش بالوظيفة العامة ما تفرحش أنك بقية محافظة ما تفرحش أنك بقية وزيرة دي مصيبة هتسأل عنها يوم القيامة لذلك كان الصحابة يهربون من هذه الأمور إحنا طبعا لأنه غلب علينا الغفلة وغلب علينا عدم النظر الأخيرة بأن ننظر فقط إلى مغانيمها الدنيوية وإحنا في غرفنا عن مغاريمها الأخروية بأن نفرح لما إيه ناخد منصب ونسعى المناصب سبحان الله يعني وحك إنه بيسعى لحد فيه بيده أحسن حاجة للواحد والله لا يسعى لمنصب لكن إذا علب عليه وألح عليه وما كانش في حد يقوم بهذا المنصب غيره خلاص يقبله لله ويتقى الله سبحانه وتعالى فيه إلا ستفتح عليكم مشارك الأرض ومغاربها وإن عمالها في النار إلا من اتقى الله عز وجل وعدها طب إيه علاقة هذا الحديث بدي أحد أتكلم فيه هذا العامل الذي يجمع الزكاة هو عامل يعني فيه وظيفة عامة تمام إذا لم يتق الله يعني يا سلام فلان ده غني ده صاحبي خلاص مش هطالبه ومش هأخبر الدولة ولم أخبر الدولة بإنه هو إيه يجب عليه الزكاة أو سأدور عندي في الدفاتر إنه دفع الزكاة أنا الآن لم أتق الله سبحانه وتعالى لم أؤدي الأمان طيب وروا أبو داود مرفوعة ما استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فأخذ فوق ذلك فهو غلول يعني حضرتك الآن إذا وظفت في وظيفة معينة تمام وراتبك معروف إنك راتبك بتاخد ألف جنيه في الشهر أو ألف دولار في الشهر أو أيا كان المبلغ اللي بتاخد تمام وبعدين أخذت فوق ذلك يعني حضرتك بيوزعوا حاجات مثلا الشغل في حالك كده برمية وحدش بيأخذها فرح تنتو أخيدها حضرتك عشان مثلا تماشر الناس معاملاتها فتطلب منهم فلوس رشوة الناجس السلام يقول فهو غلول فهو غلول يعني هو مال حرام لا ينبغي أخذه والله عز وجل يقول ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة يعني هيجي كده الملدى معه يوم القيامة ليحاسب عليه أمام الله سبحانه وتعالى يعني كل حاجة تأخذها زيادة عن مرتبك زيادة عن مرتبك وبغير إذن صاحب العمل وبغير إذن صاحب العمل فهو غلول أو فهو مال حرام وفي جواية المسلمة بداود وغيرهما مرفوعة من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة يعني حضرتك بتجمع أموال الزكاة أرصت وبعدين من الأموال اللي انت جمعتها خير تخيل خير أو نقول مثلا حاجة بسيطة ألم مثلا أو نقول مثلا ربع جنيه دي حاجة بسيطة ممكن اللي بيجمعنا سأقول لك يعني هي قطعة ربع جنيه ما أخرى سنهدرهم السليم والفكة مش مهم النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول أبدا من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا يعني ولو مخيطا يعني ولو حاجة بسيطة جدا فما فوقه يعني أقل شيء فما فوقه طبعا كان غلولا يعني كان مالا حراما سيحاسب عليه يوم القيامة يأتي به يوم القيامة ليحاسب عليه وليسأل عنه أمام الله عز وجل خلاصة المسألة أو خلاصة هذا العهد يا أخوانا إنه علينا أن إذا كنا من أرباب ممن تجب عليه الزكاة علينا أن ندفع الزكاة في مواعيدها إذا كنا يعني لسنا ممن تجب عليهم الزكاة علينا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر بأن حث من نعرف من الأغنياء على دفع زكاة أموالهم والغاني هنا مش معناه الشخص اللي هو عنده بأذلل وعربيات وأراضي لا ممكن سرما حرق ملكة النصاب فأنت غني شرعا سرما عندك النصاب واجبت عليك الزكاة فإنت اسمك في الشريعة غني إذا ما كناش أغنياء فعلينا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وأن نحث الناس على دفع زكاة أموالهم إذا لقينا في تقصير والله المحيط بتاعي في العيلة الناس عندها الزكاة بس تتعرف تتوديها فين أنا أساعدهم قالهم الله أنا أعرف الجمعية الفلانية أعرف الله فلان وفلان وفلان مستحقين للزكاة فأساعد ولو بالإرشاد ولو بالنصيح طيب طلبوا مني أننا والله طيب إنت والله إحنا مش فاضين البزنس فينا كثير ومش فاضين بقى الكلام ده إحنا بس عايزين نخرج الفلوس عشان إيه عهدتنا أمام الله يعني نخلم نخلم أو يعني يدينا ما علينا فإنت حضرتك يمكنك أن تقبل ذلك وتأخذ المال لتعينهم حتى لا يكسلوا عن أداء هذا تأخذ المال وتعطيه إما للفقراء مباشرة أو تعطيه لمن تسق فيه من الناس ليعطيه لمن يعرف من الفقراء وهذا مما أخذ علينا به العهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين أي سؤال فضل يا فنسو واحدة أعرفها فيه واحد يعني في الخارج فعطت لها فلوس صدقة أو يعني أو ظن إنها صدقة فعلى أساس إنها توزعها تقوم هي بتوزعها فطلبت منه هل أنت محدد حاجة معينة قال لك الخيار بتوزيع الفلوس اللي أنا بعثتها فكانت هي غارمة دفعت بالضبط الجزء بتاعها ده الجزء اللي هي كانت جزء الدين بتاعها وكملت الباقي وزاعته تماما يعني فعل ده يعني حرام على اللي يعني في المقابل هي راحت البنك وفضلت قعدة يعني إنها تستلم الشيء ده وتحوله من دولارات ليني مصر هي مستحقة لزكاة زكاة غارمة فعلا هي مستحقة لزكاة فاللي عملية ما فيهوش حاجة يعني ما فوضها وقالها تصرفي بالطريقة اللي انت شايفاها وهي ممن يستحق الزكاة فخرص طرما كانت استحق الزكاة فخرص يعني هي ما كانتش فقيرة إلا إن هي كانت غارمة وما كانتش أدرة أنها تسد الدين ده ما هو معنى إن عليها دي ومش أدرة تسدها إنها معايش ولا إيه طرما هي يجب لها الزكاة أو ممن ينبأ ممن تجب لهم الزكاة أو ممن يأخذون الزكاة فهو الزكاة لا تعطى فقط للفقير إنما الصدقات للفقراء ده صنف والمساكين ده صنف الفقراء والمساكين والعاملين عليها ده صنف والمولفة في قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ثم من أصناف تمام فمن من تجب لهم الزكاة مين الغارمين لهم المساكين الذي يعني عليه دين ولا يستطيع سداده مش بأنا والله معاي فلوسي في البنك ومحوشها وقول إننا سي جماعة دنا عليها ديون ساعدنا سادة ديون لأ أنا عليها ديون ومش عارف أسددها ده المعنى أظن إن هي سرب مش عاين فلوسي ومش عايز أجرحها لا 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 أنا عليها ديون ده أنا كاسم غارم ومش عارف أسددها وهتسجل لو ما سددتش ويبع عندي مشكلة وكذا وكذا فده نقول له ده ياخد الزكاة واضح شكرا واضح لك كرامة الله طيب في سؤال ثاني طبعهم الأشخاص اللي طبعهم برفيكشن نست ما بيحبوش الزم إنهم أساسا بيحبوا كل حاجة تكون لو ما بيحبوش الزم مراعاة للناس أو خوفا من الناس يبقى هو ده الرياء لو ما بيحبوش الزم لأنهم بيحبوا الإتقان والإحسان وكذا وكذا فخلص خارج نطاق الرياء لكن أحيانا البرفكشن زيد عن نزوم يعني مثالية لا تتغط مع طبيعة الحياة يعني الحياة بتاعتنا يقبل فيها بعض الدفوهات ويقبل فيها بعض التأخير ويقبل فيها بعض الأمور اللي يعني هتبقى مش بيرفكت أوي فلازم الدنيا يعني إيه علشان إحنا حتى ما نتعبش يعني يعني لو أحبنا كل حاجة تقول بيرفكت 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 يعني أعتقد إحنا أو الناس هنتعب لكن لو بنسأل على مسألة الرياء فهو إحنا بنقول لهوات إذا كان الواحد عايز الحاجة بتاعتب تبقى كاملة من باب الإحسان والإتقان ومن باب إنهم ما يحبش حاجته إلا أن تكون في غاية الإحسان فده ما فيهوش حاجة لكن لو بيعمل كده عشان الناس يقولوا عليه ده فلندا يا سلام عليه شاطر خايفة من الناس عشان الناس يقولوا عليه ده ما قصرتش لا إبدا الرياء سبحانك اللهم بحمدك أشهد ولا إله إلا أنت أستغفرك وأتب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لا فيه خسر إلا الذين آمنوا وعند الصالحات وتواصل بالحق وتواصل بالصر سبحان ربك رب العزة عن ما يصفون والسلام عن المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر